طيب يعني ديكت أهداف مباراة الأهلي والزمالك في الدور الأول ومباراة أنا بشوفها من المباراة التاريخية في الحقيقة بين القطبين الأهلي قدر نفوز بنتيجة كبيرة قوي قوي على ندي زمالك بنتيجة 5 مقابل 3 ممكن بعض جماهير نالي زمالك يقول لك ده فرق 2 ومش فرق 2 ماشي مش مشكلة يعني بس انت تستقبل 5 أهداف ده كتير قوي قوي يعني فأوكي عادي لكن هي كانت مباراة تاريخية مليئة بعدد كبير جدا من الأهداف في مباراة واحدة فبالتالي استعدادات الأهلي للمباراة بكرة وأكيد الزمالك برضو بيستعد بمنتهى القوة وهي مباراة مهمة في مشوار الفرقيتين في بطولة الدور أولا الأهلي بإذن الله تعالى عنده بعض المباراة المؤجلة لو كسبها بخلاف مباراة بكرة دي هيبقى الفرق كم مقطة 5 صح كده يا جماعة ولا أنا بقول غلط 5 ولو كسب كمان مباراة الزمالك بكرة هيبقى فرق 8 فأنت بتبعد عن الزمالك بفرق محترم 8 نقط تمام في الظل المنافسة وفي مشوار المنافسة فمهمة أود مباراة بالنسبة للأهلي طيب على صعيد الآخر الزمالك أكيد المباراة مهمة جدا ليه ليه؟ لأنه عايز يعطى للأهلي لأن الأهلي لسه ليه مباريات مؤجلة فبالتالي هتبقى المباراة صعبة لفرقتين كالعادة كعادة الكمة بس في نقطة أنا عايز أتكلم عنها بتابع شوية بعض يعني أكيد السوشيال ميديا وأكيد بعض البرامج اللي تقول لك إيه تقول لك؟ نا الأهلي أوفر حظا والأهلي ما عندوش إصابات برغم أن احنا تقريبا عندنا إصابة أو اتنين من غير ما نخوط في تفاصيل يعني والأهلي فنيا أعلى والأهلي الكلام ده يا جماعة مالوش أي مقاييس أو ده مش مكياس خالص لأي نتيجة مباراة خالص والكلام ده مش عايزينه يأثر على اللعبة بتاعتنا وعلى الأهلي الزمالك نادي كبير جدا جدا وفريق محترم قوي وعنده عناصر مميزة وعندهم بروفيسور يعني بروفيسور فرير فماتش ده خارج التوقعات فأكيد أكيد أي حد يقول لك أصل فرص الأهلي أعلى من الزمالك؟ لا في القمة ما فيش الكلام من ده احنا شفنا السنة اللي فاتت الزمالك كان فرصه أعلى بكتير من الأهلي أنه يكسب والأهلي كان غايب من عنده حوالي تسعة أو عشر لعبين الماتش بتاعة اتنين واحد وكسبنا الزمالك اتنين واحد فهي مباراة خارج التوقعات طبعا خارج التوقعات ملاهاش أي مقاييس والمعطيات ملاهاش أي مؤشرات خالص أو ممكن تقول لك الأهلي أو ممكن يكون ليه أفضلية بس في الملعب؟ لا أو يقول لك الزمالك ليه أفضلية بس في الملعب؟ لا التسعين دي الدنيا بتختلف لما يكون مطش بالحجم ده ما بين فرقتين كبار زي الأهلي والزمالك ما بين الجماهيرية كبيرة قوي هنا والجماهيرية كبيرة هنا فيعني رسالة الجمهور النادي الأهلي لا احنا مش عايزين ان احنا عندنا ثقة زيادة على اللزوم لأن الثقة دي بتتنقل للعيبة والجهاز الفني بالمناسبة الجهاز الفني كابتن سامي أمسان عمر مباراة كبيرة جدا المباراة اللي فاتت أمام كسب 4-1 نتيجة كويسة تدي دافع معناوي جيد اللعيبة ثقاتها بتعود في نفسها زائد عودة الدوليين أكيد ده شيء إيجابي جاهزت بعض العناصر المهمة ده شيء أكثر إيجابية فبإذن الله تعالى الأهلي جهز لمباراة الزمانك عنده بعض الغيابات لكن أكيد حيبقى جهز لمباراة تمام وأكيد حيبقى عنده استراتيجية مختلفة لمواطش ده زي الأهلي كابتن سامي أمسان بإذن الله كلنا ثقة ودعم ومساندة ليه في الحقيقة مدرب كبير ومدرب مميز فهو في مرحلة مؤقتة طبعا لكن في نفس الوقت بإذن الله يقدر أنه يفوز في هذه المباراة علشان ياخد خطوة مع النادي بخصوص تحقيق بطولة الدوري الغائبة عن دولار بطولات الأهلي لموسم سابق وده بطولة مهمة جدا جدا بالنسبة لنا وبنسبة لكل الأهلويه فالمطشي حيبقى قوي جدا تحكيم أسباني وده كان أمر مطلوب جدا لكن للأسف أشوف أنه مش ده أحسن حاجة كممكن نجيبها في الحكام بصراحة يعني لكن ممكن يعني انتهاء بعض الدوريات والموسم في أوروبا وكلام من ده فعادت كبير من الحكام ماخدين أجهزات وكده فما قدرتش تجيب أحسن حاجة لكن برضو إن شاء الله يعني الأهم إنه ما يكونش حاكم مصري عشان نتفادى ما حدث في المباراة الأولى أو بعد ما انتهت المباراة الأولى من تصرحات من الكابتن محمد عادل له كل التقدير والاحترام يعني فحاكم أجنبي نتمنى له رب كل التفقق يلعب مباراة كبيرة ويكون عادل وفير بنبيد الفريقين حي مش عايزين حالة تانية كل فريق الأفضل يكسب إن شاء الله الأهل هو اللي يكون أفضل ويكسب ده فيما يتعلق بمباراة الأهلي والزمالك خلينا نروح لفاصل بعد الفاصل حنرجع نتكلم في بعض الأخبار التي كتبت على الأهلي وأيضا ممكن تكون متتتعلق شوية بالزمالك وعندنا تعليق مهمة فاستنونا بعد الفاصل